تشكيل منتخب مصر حيثي مفوش لغبات كل حاجة واضحة وكل حاجة سهلة إن شاء الله طيب نكمل أخبارنا والبعض كان ربط تواجد النجم الليبي حمده الهوني لاعب الترجي التنسي بالقاهرة بأن اللاعب جاء للاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك عشان ينضم للفريق بداية من الموسم اللي جاي الحقيقة إن الهوني جاي مصر كزيارة وبرضو لدراسة العرض المقدم ليه من نادي برامد أما بخصوص الزمالك فما فيش أي مسؤول من الزمالك يتكلم معه الهوني أو فتح المفاوضات معاه حتى هذه اللحظة صحيح هناك بعض الوكلاء اللي بيعرضوا اللاعب على الزمالك لكن ما حصلش أي تفاوض أو اتصالات رسمية ساعة اللي فاتت انتشرت أخبار بوصول عرض رسمي ليوسف أوباما من نادي الاتفاق السعودي وده يعني مصدر في نادي الزمالك قال لرقم عشرة إنه ما فيش أي كلام من الكلام ده فيش عرض رسمي ليوسف أوباما سواء محلي أو خارجي حتى هذه اللحظة كمان مجلس دارة نادي الزمالك واخد قرار إنه ما فيش أي لعب هيتمه من ناقشة أي عروض احتراف ليه في الفترة الحالية الأهم في التوئيد ده عودة الفريق للطريق الصحيح ده كلام محترم البرتغالي جزوالدو فريرا المدير فني للزمالك تكلم مع الجهاز المعاون عن المغربي أشرف بن شرقي فريرا قال لهم بن شرقي لعب غير مفيد للفريق في الوقت الحالي وطريقة لعبه غير مناسبة في الطريقة اللي هعتمد عليها الفترة اللي جاية أنا ما عنديش مانع في عدم تجديد التعاقد معاه لأنه هو نفسه مش متحمس للعودة إلى أدائه فبناء عليه أي لو هو طلب عدم التجديد أنا كمان مش هطلب عدم تجديد تعاقده اللي هم بتشارقي معدل أدائه البدني ضعيفه وفي برنامج خاص لرفع العامل البدني تحت إشراف أندريا فليب مدرب الأحمال ترجمة نانسي قنقر